صاحبتي كتبغيني ودخلتني لحبس قصتنا اليوم قصة ماريا داخل السجن كتحكي وكتقول أنا ماريا لعمر ديالي 24 سنة تعرفت على صديقتي فاطمة وأنا عندي 12 سنة كانت أعز صديقة عندي كانت الأخت والصديقة ما كناش نتفارقو بعض المرات كتباث عندي في الدار والوالدة عندي كتبقى تخاصم عليها هذه ما عنداش والديها يخاف عليها بقى حتى شي نهار يطرى لها شي مشكل وتلسق فيك كان قول لها أنا الله يحفظها ماما تفق لي خير تلقى الخير وكتجاوبني وغير بقى يجيبيها حتى تندمي ماما ما كتحملهاش كتقول ليها اللي في يمك يحملهاش فاطمة بنصد ريفا وما كتدير شي حاجة غلط في حياتها وماما ما عرفتش علاش ما كتحملهاش غير كتحشم وكتسلم عليها ومن لي كتبشي فاطمة لدارهم كتبقى ماما غير كتعير وتخاصم كنقول لها اللهم ما نجيبها ماما البطار ولا نمشي نويها للزنقة كتقول لي ايه ولكن كي وقعوا الآفات وانا عندي إحساس هاد البنت تابعاها شي مصيبة كنخلي ماما تعبر كيف بغات وكنسكوت عليها فاطمة عزيزة عليها ما نقدرش نتفارق معها من لي كانش كتجي عندي كنا نعسو في الصالون ومن لي كانعطيها المخدة باش تنعس كتاخد لي مختي حيث رطبة كنحشم وكنعطيها لها دازت الأيام ومرت الشهور ويتولي عندي واحد البقعة خاوية في شعري صراحة مديتهاش فيها وانا وريتها الماما وهي تقول لي هادك تونيا اللي في شعرك مني جاتك انا عندي فقر الدم وعندي المناعة شوية قليلة وانا نقول لماما واقي لحي تعدي فقر الدم وعدي المناعة قليلة لك شي علجتني شرطات لي ماما بزيزوار ودارت لي تومو الفجل حار وانا قلت شوية وبدأ الشعرك ينوض بشوية بشوية من اللي كانت قد جي عندي فاطمة الدار ما كانش كتدير الدراء وانا قلت ما كتحيدهاش من شعرها وانا نقول لها لتزمتي قلت لي اجمل تزمت صاحبتي راني عندي تونية في شعري وهي تسمع ماما خفت غير تجري علي ماما ولكن ما قالت ويل وقدامه ومن اللي مشات بقاهت علي يا ماما بالمعايير شفتي شفتي شنو قلت ليك يا قلت لك انا حسيت هاد البنت وراها شي موصيبة لان فاطمة من اللي عريت لي رأسها شافتها ماما كانت عدت تونية كبيرة تخلعت الصراحة وليت كنقول لتنا غدا نوالي بحالها فاطمة مسكينة كتعيش دروف صحبة مع مرات اببها وببها كي حماق على بنته شحل من مرة قتلية فاطمة راكي ضربها على قبالي انا داتني ماما عن الطبيب دي الجل لاني عقداتني البقعة الخاوية اللي فراسي ولي طبيب دواء ودرتوه وليت لابس ورجع لي شوية عشر شهر مع التوما ومع الدواء وما بقاتش كتبان عندي بزاف فاطمة وليت كنخور جنويها الواحد المنتزه قريب منا كنبقاو فيك اللعب الكورة او كندير الرياضة وبعض المرات كنشريو شي حاجة كنناكلوها وكتبقا تعود ليها على المعاناة اللي كتدوز مع مرات اببها يعني ش كتعاملها مزيان كنت كتكرها من اللي كيعطيها اببها الفلوس كنت كتاخدهم ليها وفاطمة ما كتبغيش تعاود لبواهق شنو كتدير لها كتخافي يغضب بواهق وتدليهم المشاكيل فاطمة بنت واعية وضريفة ومحبوبة صراحة كتسمح في حقه بزاف واحد نهار كنا خارجي المنتزة ومشيت وجابت ليها بوكاديوس وقلت ليها رجعي وجيب ليها في بلاستو بيمو ودانون أنا ما كنا أكلش بوكاديوس تعزنقا ليها ما كيعجبنيش رجعتو وجابت ليها بيمو ودانون هي كليت بوكاديوس ومن اللي كنا راجعين قلت ليها بغيت نطلم منك طالع نباز عدكم هذ الليلة بابا مسافر الشامان يجيب سلعة ومبغيتش نباز مع مراتبها لأنك تنكدها عليا وخا ما ما حضرتني باش منجيب هاش للدار ليها مرحبا بيك أختي في أي وقت بلا ما تطلبيني مشيت للدار ودخنى ولكن ملي شافتها ماما تقلقات ما قلت لي أولو غير حمرات فيا ودخلات الكوزينة تخنى للسالون وبقاين كانت تفرجوا في تلفازة ولكن بنت لي وفاطمة مشي هي هذيك مره مره كتبدك بحلة كتتوجع وانا نقول ليها مالك قلت ليها معرفت شمالي دراتني كرشي والمعدة ديالي كتتحرقني صلعت تمينية ديالليل وكنا مازال متعشينا بدأت فاطمة كتتوجع بزاف وانا نقول ليها مالك قلت لي والله إلا دشي كتر عندي بزاف وانا نقول ليها ايوا صاحبتي انتي اللي عزيزة لك الماكلة ديال الزنقة قلت ليها عفاك نعس واحد شوية حتي يحيد مني هذي الإعلام خليتها نعسى ومشيت الكوزينة نعون ماما العادة بركاتك تعير فيي الوالدة وانا نقول ليها راها طلبتني ماما طلبتني تبا تعد ناحية ابوها ما كيش في الدار ومرات ابوها كتعاملة خي سكتاز ماما وكملت معاها العشاء ووجت طابلة ومشيت باش نفيق فاطمة وانا نقول ليها فاطمة اه فاطمة نوضي فاطمة ما جاوبتنيش قصتها وانا نلقاها بيردة بحل تلجا وانا نعايت الماما قلت ليها ماما ماما اجيت شوفي فاطمة ما بغاش تجاوبني راها بيردة بحل تلجا بغيت نفيقها ما بغاش تفيق جات ماما تفيقها لقاتها ماتت ماما بركات وضربت حناكها وقات ليها يا قتلك وراها دلبنت شي مصيبك حلا البنت راها ميتا عايتنا البواها في هاداك الليل وقلت لي بنتك راها باتت عندي في الدار وما عرفت شمالها ما بغاش تنوت شد بواها طريق من الشمال للطار بيضا قال لي يا انا جاي لعندكم اعطيته العنوان ديال الطار ديالنا وصل حتى الثلاثة تار السباح منعسناش انا وماما هاداك الليلة دق علينا الباب حلات ليه ماما الباب دخل شاف بنته عرفها ماتت وهو يقول لنا اشنو درتوا البنتي حتى ماتت قات ليه ماما اسيدي احنا ما زل ما تعشينا وبنتك جات لعندنا ونعسات في البلاسة عيط اللابيلانس ودات فاطيما وفي الصباح جاعدنا الكوميسير وقال لنا نتشريح الفاطيما ولقينها واكلة شي حاجة بسموما ودابا غات بشيوا معايا بجوج بكم الكوميسارية للبحث مشينا انا وماما الكوميسارية هو يسويني الكوميسير كيفاش تسمت فاطيما قلت ليه مقلات عندنا حتى شي حاجة ولكن كنا في المنتزه وجابت هي يا بوكاديوس وأنا جابت لي يا دانو نبيمو لحقاش انا ما كناكوش بوكاديوس ما صدقنيش الكوميسير وداني الحبس بقيت في الحبس جز سمانات وقدموني المحكامة عودت للقاضي كل شي رجعوني الحبس للجلسة التانية اش نعود ليكم اخوتي دوس العذاب في الحبس مع الساجينات كان البرد بزاف وكتجي وحدة وكتاخد لي يا لغطة كان بقى الموت بالبرد ويا ويلي لغوة علاو لقتليها اعطيني لغطة ديالي حبس كل ساجينة كتعود قصتها ويا ما في السجن مظاليم سمعتها بزاف ديال المرات وانا شفتها بعينية لان القانون ما كيعرفش غير الدالي الى عندك الاديلة والحجاج هو هدك ما عندكش مشيتي فيها تجنت اخوتي كلت سنين حكمات عليا المحكامة كلت سنين ديال الحبس وكنت ضمن دوك الناس اللي جاهم الاعفاء لحسن السيرة والسلوك وخرجت من الحبس وهذه هي قصتي اخوتي الى عجباتكم القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة ديالي وتديروا تعليق وتبرطجوا هاد القصة اللي كنقدم لكم مع كل عزيز غالي عليكم باش تعم الفائدة وتاخدوا العبرة من كل حكاية حقيقية من الواقع نتمنى ليحط بصمة لايك تكون لي في الجنة وتكون بصمة في الكعبة المشرفة ان شاء الله كنشكور جميع المشاهدين اللي كيشجعوني باش نكتب المزيد من القصص اللي كتشوفوها في مجتمعنا الحالي وكترز بزاف دي ما كنقلب لكم على الجديد والمفيد وكنختم كلامي بالصلاة على سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا